موسيقى 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 او خمستاشر سنة أو يمكن أكتر يعني حوالي أكتر من 20 سنة أنا آسف حسامو إبراهيم حسن لما كانوا محترفين في نيوشاتل السويسري وكان النادي الأهلي بيعاني من أزمة فنية كبيرة جدا وقتها حسام إبراهيم حسن طلقوا اتصال من الراحل صالح سليم وطلبهم بالعودة وكان أنا أذكر أن حسام حسن سجل أربع أهداف أثناء احترافه في نيو شاتل في مباراة من المباريات وكان عنده عروض احترافية كبيرة جدا في ألمانيا وفي أسبانيا وقتها تلقى اتصال حسام حسن وإبراهيم حسن من الراحل صالح سليم أعتقد سنة 93 وكان وقتها نادي الزمالك متفوق وبيحصد البطولات وهيبقى معنا طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك اللي كانوا موجودين وقتها وبيحصدوا بطولات لنادي الزمالك حسام وإبراهيم حسن سابوا الاحتراف وسابوا مسيرتهم الاحترافية ورجعوا ووقتها نادي الأهلي حصد الدوري سبع سنين متتالية الأهلوية طبعا يفتكروا أن نادي الأهلي حصد الدوري من موسم 94 حتى موسم 2000 قدر وقتها من خلال جهود حسام وإبراهيم حسن أنا ليه بأتكلم في دوات لأن في النهاية نفس الموقف بيمر بأحمد فاتحي ما حدش هيقدر يلوم أحمد فاتحي لو فضل أنه هو يستمر في الدوري القطري مش هتكلم مش هقول عشان الفلوس وباعنا دي وهو في النهاية هو صاحب قراره لكن أنا بجيب مثال وكان مثال حي من حوالي 20 سنة هو حسام وإبراهيم حسن اللي أحيانا فترة من الفترات بتلاقي بعض من نجوم النادي الأهلي السابقين بينتقدوا مواقف حسام وإبراهيم حسن بعض من جماهير النادي الأهلي اديقت أو زعلت من حسام وإبراهيم حسن لما انتقلوا لنادي الزمالك ولما انتقلوا لنادي الزمالك قدروا برضو ياخدوا وقتها بطولات مع نادي الزمالك سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي عموما هنشوف موقف أحمد فاتحي خلال الفترة اللي فاتت آخر حاجة قبل ما أطلع لفاصل اشتركوا في القناة